تعتبر المخيمات الفلسطينية في لبنان قنبلة موقوطة تشكل خطرا على سكان المخيمات من الفلسطينيين أولا وعلى الجوار اللبناني ثانيا والخطر الأكبر على الأمن في لبنان خصوصا بعدما حصل يوم أمس عندما حصل انفجار بقي غامضا حتى الساعة وتحديدا عندما انفجر مستودع تناقلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعود لحركة حماس ويتضمن ذخائر وأسلحة خصوصا أن الانفجارات الصغيرة المتتالية شكلت شكا كبيرا بأن يكون الخبر صحيحا لكن حركة حماس القريبة من محور الممانعة استخدمت رواية انفجار قارورات أكسجين بعد ماس كهربائي وهو السبب الأكثر استخداما من قبل حلفاء إيران في السنوات الأخيرة خصوصا عندما يتعرضوا لهجوم لا يستطيعون الإفصاح عنه كما يحصل أسبوعيا في سوريا وإيران ليس جديدا أن هناك اشتباكات داخل المخيم بين الفصائل الفلسطينية وكذلك النزوح الفلسطينيين من سوريا إلى المخيمات كذلك أربكى المخيم لانتماءات جديدة لم تكن في الحسبان لذلك هناك مجموعات بالمخيم موجودة وجماعات كل يسلك طريق معين ويقتضي حماية نفسه من أخطار الآخرين عمليا لا لزوم لكل هذا السلاح إذا ما كانت هناك قيادة واحدة إذا كان هناك تعاون مع الأمن اللبناني إذا كان هناك تسليم مطلوبين ولا يكون المخيم ملجأ لمطلوبين لبنانيين أو غير لبنانيين حركة حماس بدورها أصدرت بيانة نفت فيه ما تناقلته وسائل العلام ومواقع التواصل الاجتماعي واعتبرت أنه هجوم منظم يستهدف الحركة لكن يبقى السؤال لماذا تحتاج حركة حماس لمستودع ذخيرة في لبنان وهل من الممكن استخدامه لاحقا ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية؟ اشتركوا في القناة